عقد اجتماع مائدة مستديرة لوسائل إعلام صينية وروسية تحت عنوان التحديث الصيني النمط وفرص عالمية جديدة وذلك برعاية من مجموعة الصين للإعلام ومجموعة روسيا سيغودينا الإعلامية يوم الأربعاء في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية وناقش رؤساء مجموعة الصين للإعلام والمؤسسات الإعلامية الروسية الرئيسية بالإضافة إلى الجامعات والمسؤولين الحكوميين والخبراء والباحثين من البلدين ناقشوا موضوع مسار التحديث بما يتماشى مع ظروفها الوطنية واتفق المشاركون بالإجماع على أن الصين وجدت مسار التحديث الذي يناسب ظروفها الوطنية وقدمت نموذجا ناجحا لاستكشاف الدول الأخرى وفتحت طريقا جديدا للحضارة الإنسانية